كما بعث وزير الداخلية نحمد توفيق برقية تهنئة لقداسة البابات وادرس الثاني لمناسبة عيد القيامة وعبر وزير الداخلية في برقيته عن مكنون اعتزازه وعظيم امنياته للبابة وطائفة الاقباط الارث دوكس راجيا للنسيق الوطني المصري المزيد من الترابط ليكون دوما سدا منيعا تندحر امامه المكائد والشدائد لتمضي مسيرة الوطن لبلغ مرتجايات التنمية والازدهار وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة الى الانباء ابراهيم اسحاق سدراك باتريارك طائفة الاقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة حيث قال في برقيته ان حقائق التاريخ تؤكد ان مصر الكنانة قد طاب ثراها بخط الانبياء وستبقى رايتها ابدا الدهر بجهود المخلصين من ابنائها وبعث وزير الداخلية ايضا برقية تهنئة للدكتور القص اندريه زاكي رئيس الطائفة الانجلية بمصر للتهنئة بعيد القيامة ايضا بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الى ابناء المسيحيين في هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والامناء والمساعدين والمندبين ومعاوني الامن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأمورياتهم حفظ السلام